طيب واحنا بنتكلم بقى على العلاقات الطيبة بين الاوساط الرياضية المختلفة الكابتن خالد الغندور الراجل عمل فيديو على قناته على اليوتيوب اتكلم على شخص وعلى المهندس عادل القيعي والكابتن خالد كل التقدير وكل الزمل وكل الاحترام بس عايز اقول له حاجة بسيطة صغيرة فيما يخصني لان هو دائم التكرار والتلميح يقول لك ايه ولو استاذ ابراهيم المينيسي لما كان بيسافر معانا معانا في بطولات خارجية ايوة انا كنت بسافر من جرنان اللي انا بعتز به الاخبار مع الاهل مع الزمالك مع الاسماعيل مع المنتخبات اخبار اليوم اخبار اليوم يعني ايه فانا كابتن خالد لعمر سافرت مع حد عاشتك ولا حد لو عندي اي حاجة فارجوك في المنطقة دية بلاش تلميح كلمني صراحة كلمني باللي عندك لانه الكلام ما يلقش لكن لو حنتكلم على المحتوى والمضمون ما يخص لقناة الاهلي كابتن ياسر عبد رقوف كان محل الستوديو التحكيمي في قناة الاهلي ميشي ليه من نادي الاهلي نشوف خالد الغندور قال ايه ونرجع نفكره بخالد الغندور نفسه سمعية نشوف انتو شايفين كابتن ياسر عبد رقوف بيطلع معايا بيقول اللي هو عايزه ومش هيمشي من القناة كابتن ياسر عبد رقوف كان موجود في قناة الاهلي انا بقولك وهو كان بيقول ما يقوم ليه عليه ضميره الناس قالت له لا ما ينفعش الكلام ده ومشه كابتن ياسر عبد رقوف كان موجود في قناة الاهلي وكان بيقول الحقيقة ما استحملهوش قال له لا 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 ما ينفعش مش شوف وحشين قوي بتوع قناة الاهلي وحشين قوي وما بيقبلوش الرد ابدا طب بلاش ناجيب لك حد سمع قال ايه ايه رايك في اللي انت سمعته مش نقلا عن حد من الكابتن ياسر عبد رقوف نفسه هو ميش ينم من قناة الاهلي نخلي خالد الغندور يفكر الكابتن خالد الغندور تحليلك على قناة النادي الاهلي هل كنت بيبقى صوت وصورة قدامك فبتحلل حالة مش ما بتبقاش حاسس ان انت لازم تجامل شوية او لو ما جاملتش هتتهاجم او اللي حواليك حتى المقدمين المحللين يعني كنت بتلاقي الامور ازاي انا حكم وحفظ الحكم وحعيش حكم وحفظ حكم فاللي انا شايفه انا حقوله ممكن انا شايفه ده يكون عكس الناس بقوله برا في قرارة تانية ممكن يكون فاصحة الاهلي ممكن يكون ضد الاهلي ولكن ده مش موجود عندي والحقيقة انا لازم اذكر برضو دي ان محدش فيهم مرة جيه في القناة وقال لي تقول ايه ما تقولش ايه ولحد عتبني على قرار انا قلته بالعكس انا كان ممكن في بعض الاوقات اه بكون قاص شوية على عيبة الاهلي في تعاملوا مع الحكاق اه لعيب بيعترض لعيب بيكلم بسطول مش كويس لعيب بيتهكم على الحكم او لا باخد موقفه واتكلم وامانة يعني كان الشام كان بيساعدني في الحياة دي ولكن لا للا امانة اه كانت فترة كويسة وكان فيها الحياة بها الي مطلوب طب اسألك سؤال طبس كان المطلوب صراحة نتا صريح مشيت ليه مشيت من الاهلي ان دخلت اللجنة امم مشيت ليه مشيت من الاهلي ان دخلت اللجنة امم يا غصارة يا كابت النياسر ما الراجل بيسألك وبيستنجد بيك تقول له انا مشيت عشان دخلت اللجنة ومحدش كان بيطلب مني حاجه وانا كنت اقصو ساعات على النادي الاهلي وعلى لعبته محدش وجهني محدش قال لي. بقى ده يا بقى بقى انا بس لك عشان تقولي الكلام ده. مالحنعيش المظلومية ازاي.